استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليا وأوضح التقرير أن المنحن الوبائي لحالة فيروس كورونا يشير إلى انخفاض حالات الإصابة بنسبة 33% كذلك انخفاض حالات الوفيات بنسبة 40% ذلك في الأسبوع الجاري مقارنة بالأسبوع المنقضي وفيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا أكد التقرير أن عدد المواطنين المستهدف تطعيمهم محليا بالجرعتين الأولى والثانية بلغ 50 مليون مواطن وأشار التقرير إلى أنه يوجد الآن جرعات متاحة تكفي الاستكمال التطعيم للراغبين